بسم الله الرحمن الرحيم أبناء طلاب السنة الرابعة قسم دارة الأعمال أهلا وسهلا بكم نلتقي في المحاضرة المحاضرة الكام المحاضرة الخامسة في المحاضرة الخامسة نتكلم عن الجدولة التفصيلية للإنتاج جدولة التفصيلية الكلي لإنتاج بعدين الجدولة الى الاستماعات واحدين الاحتياجات من المواد واحدين الجدولة التفصيلية للإنتاج فالموضوع بتاع اليوم اللي هو الجدولة التفصيلية للإنتاج احنا في كلامنا عن الجدولة التفصيلية للإنتاج هنتكلم عن مفهوم الجدولة التفصيلية للإنتاج وبعدين ايه هي أهميتها والجدولة التفصيلية للإنتاج نظام وأي نظام لمدخلات ومخراجات وعمليات تحول فهنشوف ده في الجدولة التفصيلية للإنتاج وبعدين نشوف عشان الجدولة التفصيلية للإنتاج هل بتتم كما ينبغي أو بصورة كفؤة أو ذات كفاءة أم لا فهنشوف إيه هي المعايير رح نستخدمها في هذا الصدق وهنشوف إيه هي العمل المؤثرة في الجدولة التفصيلية للإنتاج نبتلي بقى مفهوم الجدولة التفصيلية للإنتاج احنا قلنا كلمة الجدولة في الجدولة التفصيلية وفي الجدولة الرئيسية لما شرحنا الجدولة الرئيسية قلنا جاي من كلمة جدول والجدول بيبقى فيه أعمدة وفيه صفوف وفيه أوقات وبنوزع الأشياء على الأوقات المختلفة هكذا في الجدولة التفصيلية فمفهوم الجدولة التفصيل للإنتاج بنقول هي عملية تخصيص الموارد أو الطاقة للأوامر أو الأنشطة أو الأعمال يعني عملية تخصيص كلمة تخصيص طبعا إحنا درسنا هذا الكلام في التكاليف سنة ثالثة التخصيص إن إحنا بنوزع تخصيص وتحميل وتوزيع التلات كلمات دول بمعنى واحد فإحنا بنوزع الأشياء اللي عندنا على الإمكانيات فالتخصيص هو عملية توزيع بنخصص الموارد أو بنخصص الطاقة للأوامر أو الأنشطة أو الأعمال كلمة أمر أو كلمة نشاط أو كلمة عمل ناخد كلمة أمر لو إحنا بننتج في الصناعة على حسب طلب العملاء الطلب اللي جاي من العملاء ده بنسميه أمر نسميه أمر تشغيل أو طلب وممكن أن نكون بنخصص للأنشطة يعني إيه للأنشطة؟ يعني مثلا زي في الكلية مثلا عندنا مدرجات مختلفة عندنا قاعد بحس وهكذا فإحنا بنخصص الموارد والموارد دي قد تكون عمال أو خمات أو ألات أو بنخصص الطاقة للأوامر أو الأنشطة أو الأعمال يعني مثلا لو بننتج على حسب الطلب أوامر وجاييلي طلبيات من العملاء أخصص أروح أوزع الطلبيات دي أقول الأمر ده ينفزه فلان الأمر ده يتنفز على المكانة الفلانية شوف فأنا بوزع الأمر على العمال العمال ده موارد بوزع الأمر على المكان المكان ده موارد بوزع الحاجات على الوقت بقول ده يتعمل الساعة كذا يتعمل الساعة كذا يتعمل الساعة كذا فده موارد فالجدولة هي عملية توزيع الموارد أو الطاقة نوزع عليها إيه؟ نوزع عليها الأوامر أو نوزع عليها الأنشطة زي ما قلنا أكثر من مرة إن إحنا مثلا عندنا خسم عندنا دراسة الأنشطة بتاعتنا دراسات تجارية باللغة العربية دراسات تجارية باللغة الإجليزية دراسات تجارية باللغة الفرنسية عندنا دراسات عليا عندنا دراسات عليا ماجستير عندنا دكتوراه فبنوزع فدي أنشطة فبنوزع الأنشطة على مثلا الأسدزة الأسدزة دول هما الموارد اللي موجودين واللي بيدرسوا أو زي ما قلت بنوزع المدرجات أو بنوزع كل قسم أو كل يعني سنة من السنوات تدرس في أي مكان هو ده اللي بنسميها عملية تخصيص الموارد فالجدولة التفصيلية هي عملية تخصيص الموارد أو الطاقة أو الأوامر أو الأنشطة أو الأعمال مش بس تخصيص إنما زي ما قلنا أكتر من مرة هنخصص الموارد يعني زي ما قلنا المرة اللي فاتت إن إحنا هنخصص المدرج عشرة لسنة ربعة إدارة الأعمال في يوم الثلاث والاربع والخميس من الساعة تمانية للساعة مثلا اتنين يبقى إحنا خصصنا المدرج عشوف خصصنا المدرج ليه خصصنا المدرج ده لربعة إدارة أعمال ربعة إدارة أعمال هنعتبرها هنا نشاط يودى طيب فبنروح بالخطوة التانية بعد ما بنخصص نعمل ايه مين وقلنا والله هم هيدرسوا برضو هيدرسوا في سنة ربعة إدارة أعمال هيدرسوا مثلا تخطيط إنتاج هيدرسوا بحش تسويق هيدرسوا استثمار هيدرسوا اقتصاد إلى آخر فبعد ما بنخصص المدرج مدرج للطلبة ونخصص المحاضرين لسنة ربعة إدارة أعمال ونخصص الأيام هيدرسوا بحش تسويق ثلاثة أربعة خميس فبنيجي نحدد تتابع توقيت تنفيذ هذه الأمر يعني يعني يوم عندهم مثلا سنة ربعة إدارة أعمال عندهم يوم الثلاث عندهم تخطيط إنتاج عندهم محوش تسويق عندهم مش عارف مادة أخرى إلى آخر مين بعد ما خصصنا بقى الأيام دي للدكاترة أو للمواد مين يدخل الأول مين يدخل التاني مين يدخل التالت يبقى هنا بحدد التسلسل بحدد الترتيب بحدد التتابع وكل واحد حياخد زمن قد ديه وعشان كده زي ما قلت المرة الفاتنة يقول من تمانية لعشرة من تمانية لتسعة ونص تخطيط إنتاج من تسعة ونص إلى حداشر بحث تسويق وهكذا فالجدولة بتعمل حاجتين الجدولة تخصيص موارد والجدولة تحديد تتابع توقيت تنفيذ هذه الأعمال ده كله بنعمله ليه؟ علشان ما يبقاش في مدرج فاضي أو علشان ما يبقاش في نفس الوقت الطلبة يجوا ويعودوا فاضين فالطلبة دول إمكانيات لحظة نعمل استفادة منها والمدرج مش عايزينه يبقى فاضل ولذلك عملية الجدولة عندنا مثلا في كلية التجارة عملية الجدولة جيدة جدا ليه؟ لأن إحنا المدرج تلاقيه مشغول طول اليوم الطلبة ما عندهمش فجوات بين المواد لو كان فيه فجوات بين المادة والمادة يبقى الجدولة هنا جدولة سيئة يعني مثلا تروح أداب مثلا تلاقي مثلا ناخد قسم زي قسم الاجتماع تلاقي طلبة مثلا زي طلب السنة أولى يروح من ثمانية إلى عشر وبعدين المحاضرة التانية من اتناشر إلى اتنين طب من عشر إلى اتناشر من عشر إلى اتناشر لا مفيش مكان فاضي يعدو فيه فإذا أنا ضيعت وقت الطالب في هذه الحالة أهو ده عملية الجدولة إذا الجدولة نقدر نقول الجدولة في كلمتين الجدولة هي عملية تخصيص وتتابع تخصيص يعني نوزع الشغل تتابع يعني نحدد التسلسل اللي بيؤد به الأعمال ولاحظ هنا المرة اللي فاتت كنا في المرة اللي قبل اللي فاتت كنا بنتكلم عن الجدولة الرئيسية بنتكلم عن العموم يعني بنقول والله في الأسبوع الفلاني حننتج منتج لحنا في الأول خالص في التخطيط بنضع خطة عامة مش محددة التفاصيل وبعدين بعدها في الجدول نبتد نحدد المنتجات وبعدين هنا في الجدولة لأشوف كلمة التفصيلية دخلين في التفاصيل يعني إيه دخلين في التفاصيل أنا شوفها بقول الأمر ده أو الطلبية دي أو الطلبية دي تتنفذ على الماكنة دي شوفها شوف دخلنا في التفاصيل أو في التفاصيل على الماكنة دي وينفذها العامل ده وتؤدى من الساعة كذا إلى كذا فدخلنا في تفاصيل الأمور هناك في الجدولة كنا بقول والله في الفترة من كذا إلى كذا حننتج كذا لكن من الأول من الثاني على أي مكانة على أي عامل لا ما بنحددش اللي بيتحدد هنا في الجدولة التفصيلية إذن الجدولة التفصيلية عملية تخصيص وتتابع تخصيص يعني بنوزع العمل على الإمكانيات اللي عندنا أو على الأنشطة اللي عندنا أو على الناس اللي عندنا زي ما يكون عندي مجموعة أعمال أو مهام واجأقول بيتر يقوم بالعمل الفلاني أحمد يقوم بالعمل الفلاني محمد يقوم بالعمل الفلاني وهكذا فهنا اسمه تخصيص فالجدولة هي عملية تخصيص وهي عملية تتابع في كلمتين ليه ده كله عشان نستغل الطاقة أفضل استغلال ممكن ونحقق الأداف اللي احنا بنسعى بليها تفصيلية للإنتاج طب إيه الفرق بين الجدولة التفصيلية والجدولة الرئيسية الفرق بين الجدولة الرئيسية والجدولة التفصيلية هو القاتل الجدولة الرئيسية ده بتتحطي الأول احنا زي ما شفناها في المستويات احشوف على مستوى على مستوى أعلى جدولة الرئيسية كانت جاية في الترتيب الثالث لأنه التخطيط للسراتيجي وبعدين التخطيط الكل وبعدين الجدولة الرئيسية لكن الجدولة التفصيلية محطوطة على المستوى الأدنى آخر مستوى من المستويات آخر مستوى من المستويات عند مستوى أدنى ويمكن هنا عشان نوضح الحكاية دي القانون الجدوال الرئيسية عاما الجدوال التفصيلية يضع المشرف على العمال المشرف يقول على الماكسة ليس مستوى يخصص Мقام يخصص خط التفصيل الخطاء الزبوما تقدم على مستوى ابنه. الجدولة الرئيسية بتغطي فترة زمنية من ثلاثة شهور لأكثر. لكن الجدولة التفصيلية هي بتاخد الفترة تلات شهور دولو وتجزأهم لفترات يومية او اسبوعية. اذا هشوف تفصيلية تفصيلية هناك كان ثلاثة شهور في اكثر او ثلاثة شهور هنا بيجزأ فترات زمنية يومية او اسبوعية. في الجدولة الرئيسية بنحط الخطة علشان الخطة بتاعت الجدولة الرئيسية بيترتب عليها زي ما قلنا اكثر من المرة وزي ما شفنا في المرات اللي فاتت. بعد ما بخلص الجدول الرئيسي الثابت بيبتدي ايه خطة الحصول على المواد والطاقة وعشان كده درسنا بعدها تخطيط الاحتياجات من الموارد. فاذا الجدولة الرئيسية بناء عليها بنحط خطة الحصول على الموارد. لكن الجدولة التفصيلية لا خلاص بقى الموارد اللي عندنا دي اللي حددناها وحددنا موعيد توردها في الجدولة الرئيسية وفي تخطيط الاحتياجات المواد حنبتدي بقى ناخدها ونشتغل بيها ونقول المادة الخام دي حنشتغل بها طلبية علي. وهكذا نبتدي نخصص الموارد. فالجدولة الرئيسية زي ما انت شاهدت بتحط الفترة الزمنية وتحط خطة الحصول على الموارد فهي كده بتحط الاطار لكن اللي هناك بتشتغل في ضوء هذا الموارد في هذا فضوء هذا الاطار. الجدولة الرئيسية والجدولة التفصيلية. الجدولة الرئيسية مهمة وبترجع اهمية الجدولة الرئيسية انه الجدولة الرئيسية الجدولة التفصيلية. الجدولة التفصيلية اذا اديت بكفاءة فده بيعمل على الاستخدام السليم للموارد. يعني ايه الاستخدام السليم للموارد? وهو انا بشوف انسب عامل يقد الطلبية اللي يفهم فيها يقولك فلان هو هو يعمل المهمة دي. لما المشرف او رئيسه يقول فلان يعني فهو واسخ لانه هو الكف. ها? وفي نفس الوقت زي ما احنا قلنا احنا بنعمل الجدول ده علشان ما يبقاش عندنا امكانيات عطلة. وبالتالي نضمن ان احنا ننتج باقل تكلفة. الحاجة التانية من اهمية الجدولة التفصيلية. لما نعمل الجدولة تفصيلية كفاءة فده ما بيخليشي. لان احنا قلنا بنحدد فيها تتابع بنوزع وبعدين نحدد التتابع وتوقيت التنفيذ. فلما انا بحدد التتابع بابقى عارف ده هيخلص كزا. وده هيبتدي كزا. فبالتالي ابقى عامل حسابي انقل الاوامر او انقل الشغل بين العمليات وما يبقاش فيه تأخير وما يبقاش فيه تعطيل. وده يترتب عليه ايه? وده يترتب عليه ان احنا ايه? بنمنع التأخير في التسليم. بنمنع انه حاجة تاخد موارد اكثر من اللازم. بنمنع الاستعجال في تنفيذ بعض الطلبيات على حساب الطلبيات الاخرى. لشان كده مهمة جدولة التفصيلية. جدولة التفصيلية نظام واي نظام له مدخلات وله مخرجات وله تحول. خلاف المعتاد بنتكلم المرة دي عن مخرجات نظام الجدولة. الجدولة دي المخرجات بتاعتها. المخرجات بتاعت نظام الجدولة. الحاجات دي. التحميل. التتابع. التشهيل. رقابة الاداء. تحديث الجداول. يعني ايه? كلمة قلناها اكثر من مرة تحميل يعني التخصيص. التخصيص يعني توزيع. توزيع الاوامر او توزيع العمل على الناس او على المكان او على الموارد اللي عندي. مين اللي يعمل كده? اللي يعمل كده? العملية الجدولة التفصيلية. طب اي مستوى? على مستوى المشرف. لان هو ده شغل قريب من التنفيذ. للاسباب اللي احنا قلنا عليها. فان كده الجدولة التحميل اسف. التحميل اهو. يقصد به تخصيص الاوامر على الافراد والمعدات والالات. يعني نجي شغل للناس وللمكان وللمعدات. وهنا ليه? علشان الطاقة المتاحة اللي عندنا. احنا كنا كل مرة نعمل تخطيط نشوف الطاقة عملنا جدولة رئيسية عملنا تخطيط تجريبي. عملنا عملنا تخطيط حاجات الموارد عملنا تخطيط تفصيلي. فدايما عشان نحقق توافق بين الطاقة المتاحة والطاقة اللازمة لتنفيذ الاوامر. فمخرجات مظام الجدولة. نمرة واحد التحميل. والتحميل يعني التخصيص او التوزيع العمل اللي عندي. نمرة اتنين التتابع اللي هو التسلسل الذي سيتم به تنفيذ الاوامر او تنفيذ الاعمال اللي عندي. مين الاول ومين التاني زي ما قررنا اكثر من مرة. ايه بقى التشهيل? تشهيل. تشهيل اللغة العادية نقول لك شهل. يعني ايه شهل. شهل. يعني احنا خلاص خططنا. قولنا والله بكرة هنشتغل في الطلبية بتاعت فلان. وحيشتغلها احمد على الماكنة الرقم كزا. وهياخد استخدم المواد الخام الفلانية كزا وكزا وكزا. فاذا انا خصص احمد وخصص الماكنة وخصص المادة الخام. وانا بقول بكرة. فباجي بقى ايه في التشهيل? بندى الامر بالتنفيذ. ابدأ. فالتشهيل اللي هو اصدار الامر بالتنفيذ الفعلي. وهو عشان ينفذ العامل يبقى محتاج بقى شوية حاجات. محتاج انه لما يجي العام البكرة ينفذ لازم يلاقي الحاجة جاهزة. فلازم يلاقي المادة الخام جنب الماكنة. ولازم يلاقي الماكنة معدة. ولازم يلاقي ولازم يلاقي في البطاقة اللي محتاج تعليمات ولا محتاج رسومات يبص فيها عشان ينفذ. عملية الكلام ده كله اسمه تشهيل. فاصدار الازم بالتنفيذ الفعلي للأوامر مش معناها ابدأ بس. لا ده ابدأ وتوفر له الحاجات اللازمة. توفر له الرسومات وتوفر له الماكنة وتوفر له الخامة وتوفر له التولزه وتوفر له كل حاجة. فده اللي هو نقول عليه التشهيل او شاهل. بعد كده خلاص شاهلنا يعني والشغل بيتنفذ. فبنشوف العمل ماشي زي ما احنا اه عايزين ولا لا ماشي طبقا للمواصفات. ماشي طبقا في حدود الوقت. بيتنفذ في حدود التكاليف. بيتنفذ في نوعية الخامات. وفي نسبة المعيب ماشية في الحدود الموضوع. فالعملية دي اسمها رقابة الاداء. فرقابة الاداء بنراجع مواقف الامر الامر مع تقدم التنفيذ. يعني ايه? يعني كل ما يتنفذ شوية نقارنها بما هو مخطط. عشان نشوف الامور ماشية ولا في مشكلات. ولو لقينا في مشكلات نوعيد ترتيب الامر. وبعدين نوعيد ترتيب الامر يبقى بنحدث الجداول اذا لازمه الامر. اذا مخرجات نظام الجدولة اللي هم الخمس حاجات دول. اللي هم التخصيص والتتابع والتشهيل ورقابة الاداء وتحديد. طيب عشان ده اللي عايزين يطلع من نظام الجدولة التفصيلية. طب عايزين ايه? عايزين حاجتين. عايزين الحاجة الاولانية الطاقة اللازمة الطاقة. احنا الطاقة. عندك كم مكانة? عشان احنا بنقولنا نوزع العمل على المكان. طب عندك كم عامل? يبقى انا عايزة الطاقة اللي موجودة عندي. الطاقة اللازمة لتنفيذ الاوامر. وعايزين ايه ما احنا قلنا مش بس هنددله نخصص على العامل والمكانة. انما الخامات كمان. فاذا المدخلات عشان نعمل عملية الجدولة عايزين الطاقة اللازمة لتنفيذ الاوامر وانواع كميات المواد الخام. ودول نجيبهم منين? كنا احنا قلنا في المرة اللي فاتت الطاقة والعامل ونوع المادة. الحاجات دي موجودة لو احنا بننتج على حسب الطلب والنهاردة هنتكلم عن هذه النقاط. بنجيبها من حاجة اسمها بطاقة العمليات. بيسموها بطاقة العمليات. او احيانا بيسموها صفحات التشغيل. اللي درسناها في المرة اللي فاتت. اللي هي بيقولك الامر او الطلبية هتمر على كزا وكزا هتمر على القسم الفلاني والقسم الفلاني والقسم الفلاني. وهتخذنا مثال اللي هو عملية ثاني عملية تركيب عملية تشغيل او تجميع الى اخره. فدي الاقسام اللي هتمر عليها. طب مين اللي هيعمل ده جوه القسم? وحتاخد منه ادي ايه زمن? طب ايه هي التوزي لمطلوبة? طب وحتقوا مين العمل اللي حينفزها وتاخد قديم من العامل ده كل الموجود في بطاقة التشغيل فإحنا عشان نوفر المدخلات اللي هي الطاقة وأنواعه وكميات المواد الخام ده هتلاقي موجود فين هتلاقي موجود في صفحات التشغيل وهتلاقي موجود زي ما إحنا قلنا المرة اللي فاتت في قوائم المواد حتى زي ما ش harmonicamos في مثال النضارة في المرة اللي فاتت وإذا دي المدخلات ودي المخرجات المخرجات اللي قلنا عليها الخمسة تخصيص تتابع تشهيل تشهيل رقابة أداء تحديث جداول وقاد المدخلات اللي هي لازمة عشان نعمل هذا الكلام يعني ادين الطاقة من عمال وآلات موجودة عندك وقل لأنواع المواد الخام وانا هعمل لك عملية توزيع للطاقة وللمكان وللعمال اوزع الأمر على الطاقة والمكان والعمال والآلات اللي هي موجودة عندك والخامات اللي هي موجودة عندك أجيبهم منين؟ أجيبهم من صفحات التشغيل وقوائم المواد هو عشان يعمل الحكاية دي شوف عشان يعمل يعمل يبقى تحويل مدخلات وتحول ومخرجات فعشان يعمل هذا الكلام عشان يشغل هذا الكلام عشان يوزع هذا التوزيع لك شوف هو فيه حدود ما يتعدهاش اللي بيعمل عملية الجدولة انت عارف كلمة حدود يعني ايه؟ حدود جمع جمع كلمة حد والحد اللي هو الذي لا يمكن تجاوزه يعني ايه لا يمكن تجاوزه؟ يعني مثلا حتى يقول لك حدود الدولة تلاقي بين الدولة والدولة عاملين سلك شائك ما تعديش بعد الحد ده لانه لو عديت بعد الحد ده انت رحت في دولة اخرى حتى عشان كده هم بيسيبوا مناطق فالحد هو الذي لا يمكن تجاوزه لا يمكن تجاوزه وحتى في القرآن وتلك حدود الله فلا تعتدوها يعني ربنا يقال لكم ما تجوش ناحية كذا ما تجوش ناحية كذا فالحد هو الذي لا يمكن تجاوزه فانت عشان تعمل الجدولة وانت بتعمل الجدولة عشان تعمل لي تخصيص وتتابع وإلى آخره في حدود ما تعدهاش حدود لا تتعدها فإذا كلمة حدود الجدولة هي القيود التي لا يمكن تعديها التي لا يمكن تعديها ايه هي القيود؟ شوف يا عمي وانت بتعمل عملية الجدولة ما تجيش تغير للترتيب الفن بتاع التشغيل يعني ايه تغير للترتيب الفن بتاع التشغيل؟ يعني مثلا في صناعة الماء الغازي على سبيل المثال الأول جاء الزواجات الفرغة جاءة من السوق فتدخل لعمل مكنة الغسيل لازم تتمكن الغسيل الأول وبعد نتمر على مكنة تانية اسمها مكنة الكشف أو الفحص عشان نشوفها تغسلت كويس ولا لا وهل هي لما تغسلت حصل فيها شرخ ولا لا يبقى هذا الفحص لما تغسلتش كويس نشيلها حصل فيها شرخ نشيلها فبالتالي بقى في هذه الحالة في هذه الحالة دي المرحلة الأولانية الزواجات جاءة من السوق وبعدين غسيل وبعدين فحص وبعد الفحص الروح بقى المكنة تتعب الإزازة تتعبه وبعد ما تتعبه تفحص مرة تانية وبعد كده حطاه في السنة دي فده الترتيب الفني اللي بيتم به العمل ما تجيش انت تغير الترتيب تتعب الأزاز وهي قبل ما تتغسل مثلا ما ينفعش لابقى لازم تبقى ماشي طبقا للترتيب الفني للتشغيل فما تغيرش في الترتيب الفني للتشغيل برضو الحاجات اللي ما تتعديهاش نحن مدين لك مكن وعمال وقالات هم دول اللي تعمل حسابك عليهم ما تجيش تقول لي زودلي طلعين الطاقة ما نقدرش نزودها في الأجل القصير زي ما قلنا بأول مرة فأنت شغال في حدود الطاقة ما نقدرش نتعدى حدود الطاقة ولا نسيبها قاعدة مغير شغل نتائج الخطة الكلية الخطة الكلية اللي تكلمنا عنها اللي هي زيادة الساعات العمل أو تخفضها ومش عارف زيادة العمال أو تخفضهم مش عارف الإنتاج للتخزين مش عارف تأجيل تنفيذ الطلبيات إلى آخر ما ذكرناه من استراتيجيات فأنت اللي اتفقنا عليه في الخطة الكلية ما تجيش تغيره ما تجيش تغيره الحاجة الرابعة متطلبات الصيانة يعني إيه؟ يعني إحنا مثلاً بنعمل صيانة للمكنة مثلاً في نهاية اليوم ما تجيش تقول لي والله أنا لا أنا عايز المكنة عشان أشتغل عليها في الفترة دي ما هو أنت لو فضلت تشتغل عليها في الفترة دي معتملات الصيانة حيحصل إيه؟ المكنة هتحصل لها الأعطاء فعشان كده ما وعيد الصيانة ما اتقرب لهاش نمرة خمسة حجم المخزون أو حجم مخزون الأمان المسموح بيه اوعى تزيد زيد عن كده الخمس حاجات دول ما يقدرش ما يقدرش اللي بيعمل عملية الجدولة يغير في عملية التشغيل ولا يطلب طاقة أكتر ولا يجي يقول هنزود تشغيل إضافي عن حطته الإدارة العليا اللي تكلمنا عنه قبل كده واللي يجي واخد وقت الصيانة يقول أنا هشتغل فيه الاخر الخمس حاجات دول وانت بتعمل عملية الجدولة التفصيلية لكن فيه حاجات متروك اموال انت لما قيدتني اموال انا لا انت متروك لك حاجات تشتغلها فيه حاجات انك متروك لك حاجات تتصرف زي ما انت عايز يعني انت عشان تعمل تحميل وتعمل تتابع وتعمل متروك لك حاجات ايه هي الحاجات المتروك قالوا المتغيرات الخاضعة للنقابة في نظام الجدولة يقصد بها ايه العمليات اللي يقدر يتحكم فيها الإدارة اللي تقدر تتغير تزود او تنقص لكن الخمسة اللي فياتت لا تزود ولا تنقص ولا تطلب اكتر ولا ايه بقى اللي يقدر يعمل عمال حجم قوة العمل اليومي اه يعني يزود ساعات عمل يزود عدد عمال طبعا في حدود ايه في حدود الخطة الكلية معدل الانتاج الفعلي يعني احنا قلنا هنزود الانتاج عن طريق التشغيل الاضافي كلمة معدل زي ما قلنا لكم في اول مرة هو شيء منسوب لزمن فهنا الانتاج منسوب للزمن يعني احنا عايزين نزود انتاج اليوم عايزين نزود انتاج الاسبوع طبعا هنزود ازاي عن طريق تغيير في حجم قوة العمل تخصيص الاوامر على المرض هو انت حرة ادي عندك الاوامر ودي عندك العمال ودي عندك المكان وزع الشغل براحتك زي ما انت عايز احنا مترك لك انت ده المجال اللي انت تشتغل فيه هم قريبين منك وبعدين تتابع تنفيذ الاوامر داخل مراكز الانتاج مين الاول ومين التاني حددنا عملية هو دي الحاجات اللي يقدر يشتغل فيها القائم بالجدول او بمناسبة التتابع مثلا يعني احنا زمان من كم سنة كنا في سنة رابعة ادارة اعمال كنا احنا بناخد الخميس الاربع الصبح من الساعة تمانية لتسعة ونص وناخد الخميس من تمانية لتسعة ونص لظرف ما قال والله لا انت مش هنقدر نديلكم الاربع طيب خلاص هتدونا هتدونا هنديلكم التلات طيب ماشي احنا عايزين من تمانية لتسعة ونص قالوا لا الدكتور فلان عايز من تمانية لتسعة ونص فيه حاجات ما يقرب لهاش الخمسة اللي ذكرناهم وفيه حاجات يقدر يغير ويعدل فيها زي ما هو عايز بحيث يعمل لي جدولة تفصيلية صحيحة اللي هي الاربع اشياء اللي هي الاربع اشياء اللي عشان نحكم على عملية الجدولة ماشية صح ولا لا عندنا مقياسين بنقس بيهم المقياس الاول اهم حاجة زي ما احنا قول ويمكن ده الخيط اللي ماشيين فيه من الاول لغاية دلوقات السرعة في التسليم او التسليم في الميعاد ليه لانه السرعة في التسليم او التسليم في الميعاد بيأثر على حسن خدمة العملاء فلما قدي معاد لازم نفذ في الميعاد وقدي معاد قريب اذا كان محتاج العميل الاستعجال فاذا حققت للجدولة هذا المطلب يبقى كفاية نظام الجدولة صحيح طب وانا احكم ازاي انا احكم ازاي انا اعرف ان انا سريع ولا بسلم في الميعاد ازاي قال والله شوف عندنا معي انطلبت منك كم طلبية خلال السنة طلبت مني خلال السنة عشرين طلبية كم طلبية سلموا في الميعاد سلموا في الميعاد عن الميعاد اللي اتفقنا عليه يبقى مني ناسم 18 اللي تسلموا في الميعاد على العشرين اللي هو الإجمالي يطلع احنا كفائتنا في التسليم 90% فتقاس درجة السرعة في التسليم بنسبة عدد مرات التسليم في الميعاد ده مقياس نقيس بيه وده بيأثر على حسن خدمة العملاء مقياس تاني كفاءة استغلال الطاقة انا قلتلكوا إستغلال الطاقة المقصود بيها و أحنا منامز في التقطيط الكل أن تمهيد استغلال الطاقة تمهيد استغلال الطاقة يعني ما نسيبش مكان عاطل و لذلك كما قلنا فيه الطاقة غير المستغلة الطاقة الطاقة المستغلة الطاقة المستغلة اللي هي كميةم الانتاج فهل بننتج بالطاقة بنسبة عالية من الطاقة ولا بيبقى فيه أعطال طب ودينا عرفها إزاي شوف والله كمية الوقت العاطل للمكنة تعطلت قد إيه المكنة من إجمالي الوقت المتقل يعني إفرض مثلا إفرض المكنة زي ما أنا شوفت مثلا في بعض مصانع المياه الغازية مصانع المياه الغازية المصنع في الصيف بيشتغل ثلاثة وردية يعني 24 ساعة فكان المكن اللي عندهم قديم فكان المكن يتعطل يتعطل 16 ساعة ويشتغل بس 8 ساعة في الموسم يبقى إذن معناه هنا 67% عنده أعطال 67% عنده أعطال يبقى معناها أنه هنا في سوء استغلال للطاقة فدول المعيارين اللي بنقيس بهم كفاءة نظام الجدولة وعشان كده حتى زي ما قلتلكم إحنا الجدولة عندنا في كلية التجارة أحسن من الجدولة في كلية مثلا الأداب زي ما قلتلكم لأن أنا بجيب العائد طالب عندي من الساعة 8 لو عائد الساعة 2 ما فيش وقت فراه لو في وقت فراه هل من أحسن منه ده عاطل عاطل هنا المفروض وهنا بمناسبة كلمة عاطل برضو كلمة عاطل يعني مش مكنة مكسورة كلمة عاطل يعني مش مكنة بايزة لا كلمة عاطل يعني متوقف عن العمل كلمة عاطل يعني متوقف عن العمل فهنا أنا جايب الطالب من 8 إلى 10 أو من 10 أو المحاضرة اللي بعديها من 12 إلى 20 طب من 10 إلى 12 يبقى هذا ما عندوش عمل ما عندوش دراسة يبقى هذا اسمه وقت عاطل فتقاس كفاءة استغلال الطاقة بنسبة الوقت العاطل لمختلف مراكز الانتاج كلمة مراكز الانتاج العامل بنسميه مركز انتاج الآلة بنسميه مركز انتاج عامل وآلة أحياناً هم الكنين بنسميهم مركز انتاج دي معايير قياس كفاءة نظام جدولة عملية الجدولة بتختلف أو بتتأثر بحاجة اسمها الأساليب الانتاجية ايه معنى كلمة الأساليب الانتاجية الأساليب الانتاجية أساليب كلمة جامع مفردها أسلوب والأساليب الانتاجية هو أسلوب الانتاج ايه هو الأسلوب الانتاج الملاحظ إنه المصانع لو نتكلم عن مصانع أو عن المنظمات أو عن الشركات المصانع مش كلها زي بعضها وهي بتنتج مش كلها زي بعضها في اتباع الأسلوب الإنتاجي في مصانع زي ما قلتلكه قبل كده مصانع زي مثلا مصانع السجاير هي ما بتنتجش غير السجاير بس فقط لا غير فبتنتج نفس الحاجة باستمرار من أول ما تعملت لغاية دلوقتي تنتج نفس الحاجة باستمرار نفس العملية في مصانع زي مصانع اللي بيطلع لنا السكر الخام هي يجي لها أصعب تعصره تحوله إلى سكر خام فهي من ساعة ما تعملت 1881 لغاية النهاردة شغالة نفس الحاجة فده بيسموها ايه؟ شوف عملية وعشان شغالة نفس الحاجة بيسموها عملية إنتاج مستمر عملية إنتاج مستمر لكن مثلا في مصانع زي ما احنا قلنا زي مثلا مصانع الموبيلية تلاقي ينتج قوة نوم ينتج قوة صفرة ينتج جرات جلوس ينتج الحاجات دي فهنا بينوع في الإنتاج بينوع في الإنتاج أو مصنع تلاقي ينتج مثلا مثلا دفيات تلاقي ينتج تلاجات تلاقي ينتج مش عارف أجهزة يبقى هنا بينوع في الإنتاج وده كل واحدة بندول لها طريقة في الإنتاج تختلف عن الأخرى إذن دي عملية ودي عملية فالعملية اللي حنستخدمها في المصنع العملية اللي حنستخدمها في المصنع بنسميها أسلوب إنتاجي في الأولاني السكر والسجائر بنسميها عملية مستمرة في الثاني بنسميها عملية متقطعة عملية متقطعة فكلمة الأسلوب الإنتاجي هو المفهوم اللي احنا بتقوم عليها عملية التحول التحول يعني هو بيغير المنتج إلى المماد الخام إلى منتج هل بيأديها بصفة مستمرة ولا بيعمل حاجة ووقفها وحنعمل حاجة تانية ونتحول ننتج حاجة تالتة ونتحول ننتج على فإيه هو العملية المفهوم العام التي تقوم عليها عملية التحول في النظام الإنتاج في كلمة النظام الإنتاجي هنا نقصد بها المصنع أو نقصد بها المستشفى أو نقصد بها مثلا الجمعة إلى آخر أيا كان فعملية التحول في النظام الإنتاجي إذا كانت بتؤدى بنفس الطريقة اسمها انتاج مستمر اذا كانت بتتغير من حالة الى اخرى اسمها انتاج متقطع او انتاج متغير يعني في المستشفيات مثلا مستشفى تخصصي وهنا بيعمل عدة عمليات تحول مش حاجة واحدة في اكتر من تخصص فالمسلوب انتاجي هو المفهوم العام الذي تقوم به عملية التحول في النظام الانتاجي عشان نحقق المخرجات المطلوبة من سلع زي ما قلنا المصانع وقلنا المستشفيات والعملية التعليمية وغيرها احنا بنقسم الاسليم الانتاجية الى خمسة الى عدة انواع ايه هي الانواع في حاجة اسمها اسلوب الانتاج المستمر وفي حاجة اسمها اسلوب الانتاج المتقطع وفي حاجة اسمها اسلوب الانتاج الدفع المتكررة وفي حاجة اسمها المشروعات وفي حاجة اسمها الخدمات الخدمات تعال نشوف كل واحدة منهم ونقارن بينهم فإحنا عشان نقارن بينهم هذه وجه المقارنة ودي المستمر ودي الدفع المتكررة ودي المتقطع وبعدين نشير إلى المشروعات والخدمات لإنتاج المستمر تبص تلاقي المواصفة وكلمة المواصفة الخصائص أو الخصائص المتعلقة بالشيء نسميها مواصفة فإذا في الإنتاج المستمر المواصفة ثبتة ومعروفة مقدما يعني زي ما قلت مواصفات السكر ما بتتغيرش مواصفات السجاير ما بتتغيرش وشغال نفس الحاجة باستمرار فإذا كانت المواصفات ثبتة ومعروفة مقدما يوم دا إنتاج مستمر لكن في الإنتاج المتقطع المواصفة تتغير من واحد للتاني مثلا نذهب للمستشفى على سبيل المثال بلاشة صناعة في المستشفى حتى نذهب لتخصص جوا المستشفى واحد مثلا رايح طبيب أم في أزنه وحنجرة تلاقي واحد مش عارف ايه عنده ألم في الأزن الوسطى تلاقي واحد عنده صمم تلاقي واحد عنده لوز تلاقي واحد عنده مش عارف ايه في الحنجرة وكل ده تخصصات الأنف والأزن والحنجرة يبقى اذا هنا المرضى اللي جايين مش كلهم جايين بنفس الحاجة لكن في مصنع السكر اللي هي في الإنتاج المستمرة كل اللي جاي قصب كل القصب بيتعصر ويطلع عصير ونعمل منه سكر خام انما هنا اللي جاي لا ده جاي بيشتك من الحنجرة ده جاي بيشتك من الأزن الوسطى ده جاي عنده صمم ده جاي مش عارف عنده لوز هنا الحاجات متغيرة وتختلف من عميل لآخر فهنا في المنتاج المستمر المواصفات ثابتة وهنا متغيرة كثيرا الدفع المتكررة المواصفات ثابتة نسبيا وحنا هنشرح لكم بعد شوية يعني ايه دفع متكررة فيما يتعلق بالنمطية والتنويع التنويع يعني بلينتج اكتر من حاجة وهي مستنتجة من اللي فات لكن اذا كانت الحاجة ثابتة متغيرش بنسميها انتاج نمطي انتاج نمطي بتوع الانتاج بيقوله نمطي لكن حد تاني يقوله قياسي يعني ايه قياسي؟ قياسي يعني كله بنفس المقاس كله زي بعضه يعني مثلا لو جبت الكبس بتاع الكمبيوتر ده ودخله في اي فيشة في مصر حيشتغل ليه حيشتغل؟ لان الكبس ده اللي داخل في الفيشة بمقاييس ومواصفات موحدة موحدة فده اسوء انتاج نمطي فالانتاج النمطي فالانتاج المستمر الانتاج نمطي والتنويع محدود الانتاج نمطي والتنويع محدود لكن في الانتاج المتقطع التنويع شديد تلاقي كل شوي التانية بيغير كل شوي التانية بيغير يعني مثلا لو لو الراجل مثلا اللي بينتاج ملابس ولا اللي بينتاج احذية اللي بينتاج ملابس بينتاج ملابس للاطفال واشكال معينة مبس محعدوذ الاولاني مستمر لما فيش تنويع التاني تنوع شديد هل في الوسط ده فيه تنويع بس تنويع محدود الكمية الانتاج في الانتاج المستمر كمية كبيرة جدا الانتاج المتقطع الكمية صغيرة جدا الدفعة المتكررة وسط بينهم وعشان كده بنقول كبيرة نسبيا كبيرة نسبيا كبيرة نسبيا نسبيا لإيه نسبيا يعني هي كبيرة بالنسبة للانتاج المتغير لأن الانتاج المتغير صغير برضو الآلات المستخدمة في الانتاج المستمر ستجد الآلات المستخدمة آلات متخصصة يعني ما هي آلات متخصصة يعني ما تنفعش غير أنها تنتج في الحاجة دي بس أو تأدي عملية واحدة على سبيل المثال مصانع المياه الغازية ممكن الأزايز نعمل أزايز لتر ممكن نعمل أزايز لتر ونص ممكن نعمل أزايز أقل فممكن ساعة الإزازة تتغير لكن فوهة الأزازة هتلاقيها تقريبا متقربة ليه عشان الماكنة اللي بتقفل ينفع تقفل إذا كانت الإزازة كبيرة أو صغيرة فإذا هنا متخصصة في الآفل بس ومتخصصة على مقاس معين وده بيبقى في الانتاج المستمر طب ليه قال لك أصلا من مصلحتنا أنها تبقى متخصصة علشان هي شغالة الإنتاج كتير إحنا قلنا من شوق الإنتاج كتير فإحنا مش عندناش وقت نوقف ونزبط ونضف لها تولز ومش عارف إيه فالمكنة المتخصصة شغالة في عملية واحدة ما ينفعش تعمل غيرها لكن مثلا في مكان نضف لها زي مثلا المتقاب أو الشنيور اللي بنخرم به في الحيط أو في الخشب أو في أي شيء ده يقول لك هات بونطة مش عارف كذا يجيب بونطة كبيرة يجيب بونطة صغيرة يجيب بونطة تخينة فإذا هنا ممكن نغير نضيف البونطة للشنيور علشان يديني طبقا لحجم الثقب اللي أنا عايزه فهنا دي يبقى إذا هنا هنا في عملية في الآلة ما هيش متخصصة ما هيش ثقب معين زي الإبرة اللي لها مقاس معين وهي خلاص ما بتتغيرش لا ده ممكن نضيف له توله وبالتالي يديني أشكال مختلفة من الأشياء المطلوبة فالإنتاج المستمر الماكنة متخصصة لكن الإنتاج المتقطع إن وجدت الآلات فهي عامة الغرض يعني تنفع لأكتر من حاجة الدفع المتكررة برضو عامة الغرض من حيث ترتيب الآلات يعني إيه ترتيب الآلات يعني كيف توضع الآلات داخل المصنع هو في المصنع أو في الصناعة مش عملية واحدة وخلصنا لا ده بتمر على عدة عمليات وكل عملية ممكن تقوم بها ما كان في الإنتاج المستمر عشان الإنتاج كتير الإنتاج كتير وورا بعضه وورا بعضه مش ملحقين حاجة السوق فبنرتب الآلات على أساس خط الإنتاج خط الإنتاج يعني خط يعني ما يصل بينها نقطتين بنسميه خط خط الإنتاج يعني فيه فيه ترتب الآلات الآلات بعضها وراء بعض بس المكلة اللي في الأول اللي وراها مش زيها اللي في الأول بتعمل حاجة اللي وراها بتعمل حاجة تانية اللي بعديهم التالتة بتعمل حاجة تالتة الرابعة بتعمل حاجة تانية مختلفة فالترتيب الآلات في خط الإنتاج المستمر بيكون على أساس خط الإنتاج إيه هو الترتيب على أساس خط الإنتاج توضع الآلات بعضها وراء بعض بحيث ما تبدأه آلة تكمله آلة أخرى توضع الآلات بعضها وراء بعض بحيث ما تبدأه آلة تكمله آلة أخرى ويبتدر الخط بالمادة الخام وينتهي بالسلعة تامة الصنع فدي بنسميه خط الإنتاج ودهت لقيه مثلا في المصانع المياه الغازية وإحنا عرضنا لزمائلكم في السنين اللي فاتكن بنعرض لهم فيلم ويشوفوا الكلام ده قدامهم لكن مش هنقدر نعرض لكم الكلام ده هنا دلوقتي فده بنسميها إيه؟ ترتيب على أساس خط الإنتاج كل ما كان بتكمل التانية لكن في الإنتاج المتقطع بنرتب على أساس العمليات كلمة عمليات اللي هي الشغلانة اللي بتتعامل اسمها عملية عمليات جمع عملية والعملية يعني إيه؟ لو بنقطع شيء التقطيع ده اسمه عملية لو بنجمع شيء التجميع ده اسمه عملية لو بندهن شيء الدهان ده اسمه عملية بنثني شيء بأثني ده اسمه عملية بنجلخ شيء التجليخ ده اسمه عملية فهنا في الانتاج المتخطط بنجمع المكان اللي زي بعضه اللي شغال في نفس الحاجة اللي يعمل نفس الحاجة وحطينهم كلهم في قسم واحد اسمه قسم المثاقيب مثلا أو قسم آلات التجليخ أو قسم الصنفارة مثلا أو قسم اللحام أو كل المكان اللي موجود بيعمل لحام يبقى ده اسمه ترتيب على أساس العمليات هنا في الترتيب المكان اللي موجود في القسم زي بعضه يعمل نفس الحاجة لكن في خط الانتاج المكان اللي موجود في الخط لا كل ما كانت تكمل اللي قابليها في الدفعة المتكررة برضو منرتب على أساس العمليات لما نجي نراقب الانتاج في الانتاج المستمر لما نراقب الانتاج عشان هو شغال على طول باستمرار بيقدي نفس العملية فأسلوب الرقابة بنتبعه اسمه رقابة التدفق يعني ايه رقابة التدفق يعني نخلي بالنا ان الشغل ماشي ومنتظم ما فيش توقف لانه هو خط ما كانت بتكمل التانية لو واحدة أصارت اللي وراها كله حيقف فاحنا عشان كده يمنى يبقى فيه تدفق في الانتاج أما في الانتاج المتقطع فالاسلوب المتبع للرقابة اسمه رقابة الأمر أو الطلبية كل طلبية تختلف عن الطلبية الأخرى كل واحدة غير التانية وبالتالي مدام كل واحدة غير التانية يعني الطلبية اللي عايزها إبراهيم غير الطلبية اللي عايزها أو زي ما نقول في المستشفى مستشفى على صحيح المساء اللي جاي يعمل عملية مثلا عملية لواز غير اللي حيعمل عملية في الحنجرة هي بإذن ده لازم كل واحدة لها طريقة معينة ولها اسلوب معين فرقابة الأمر أو الطلبية لكن هنا في حالة الدفع المتكررة اسلوب الرقابة اسمه رقابة الأمر أو رقابة الدفع ده الفرق بين الأسليب الإنتاجية فيما يتعلق بالقضايا بتاعتنا الجدولة اللي بنحكي عنها الجدولة التفصيلية قال شوف في الإنتاج المستمر قضايا الجدولة روعية وإحنا بنصمم النظام الإنتاج يعني إيه بنصمم النظام الإنتاج يعني وإحنا بنعمل المصنع لو كان النظام الإنتاجي مصنع وإحنا بنعمل المصنع المصنع متصمم من الأول خالص بحيث يسهل عملية الجدولة المصنع مصمم من أول خالص ونحن بنشاهه بحيث يسهل عملية الجدولة تصميم النظام الإنتاجي المصنع مصمم من الأول خالص بحيث يسهل عملية الجدولة إزاي؟ هي إيه هي عملية الجدولة؟ الجدولة تخصيص وتتابع وتشهيل ومش عارف وأوامر وتعزيل لكنها معروفة هتبتدى المرحلة الأولانية وراها على طول التانية وراها على طول التالت بس حط لي المادة الخامف الأول هتطلع لي المادة الخامف هتطلع لي منتج في الآخر والعامل حفظ التعليمات لأنه كل يوم بيعملها لأنه الإنتاج كتير وشغال هو في نفس الحاجة فعشان كده إيه مش محتاجين عملية جدولة تفصيلية كتير زي حاجة تانية حنشوفها بعد شوية ليه؟ لأنه بس هو العامل عرفوا أول مرة يعملها إزاي مش محتاج تعليمات بعد كده يفضل يأديها لغاية ما يموت حطوا المادة الخامف الأول إضمع من المادة الخامف هتطلعي ويضبط الخط ما تخليش فيه أعطال هتطلعي الخط شغاله ما يحتاج منك تدخل يبقى أنت لا يحتاج تخصيص لأنه كل واحد لأنه شغال نفس الحاجة باستمراره متوزع عليه أنه يجيله أصب ويعصره فعملية التخصيص خلاص معمولة وعملية التتابع معمولة المرحلة الأولانية هتكمل المرحلة الثانية ومش محتاجين ندي تعليمات هذه معنى روعية في مرحلة تصميم النظام الإنتاج لكن من الإنتاج المتقطع لا ده هنا الجدولة مطلوبة الجدولة اللي عملين نحكي فيها دي بتبقى صعبة جدا في الإنتاج المتقطع ليه؟ لأنه فيه تنويع في الإنتاج طب وإيه يعني؟ وفيه أكتر من طلبية طب وإيه يعني؟ أصلك قال لك كل طلبية لها مواصفات وكل واحد جاي في معات غير الآخر ومش عارف ده مستعجل وده مش عارف هنا فإحنا محتاجين هنا عملية الجدولة عشان نرضي ده وعشان نحط طلبية ده في معاتها وعشان ده يقولك عشان خاطري ها؟ وعايزين العمل اللي يفهم لأنه العمل مش هيفهم في كل الطلبيات وعشان كده نوزع عليه العمل نقول العملية ده يعملها فلان ويجي يقولك لأ سيب لي فلان عشان أنا عايزه وعشان كده هنا أنشطة الجدولة في الإنتاج المتقطع أصعب منها في الإنتاج المستمر ليه؟ لأن كله مش شغال نفس الحاجة فإنت محتاج تحدد وقت تنفيذ تحسب لها وقت عايز وقت قد إيه دي؟ وحتى لما تيجي أنت تتفق معاه اللي جاي يتعاقد معك ده في الإنتاج للطلب بتقوله والله هتاخد مصنعية كذا فإنت حتى مقدر لها وقت لازم تكون مقدر لها وقت والمكان زي ما قلنا مش زي بعضه والعمالك في درجة فهمهم ومهارتهم مش زي بعض فأنت محتاج تحدد له الآولة والعامل ومحتاج عملية التشيل يعني إيه عملية التشيل؟ يعني محتاج أنك أنت تعمل بطاقة عمليات عشان العمل يبقى عارف إيه اللي هيؤدى محتاج تدي تعليمات للعمال عشان يعرفوا إيه اللي حيتنفذ فالعملية الجدولة في الإنتاج المتقطع أصعب نكمل وبعدين نرجع للدفعة المتكررة في الإنتاج المستمر بيقول لك إحنا مش عايزين بطاقة خط سير اللي تكلمنا هنا قبل كده بطاقة خط سير بتوضح الأقسام اللي هتمر عليها الطلبية لكن بطاقة العمليات بتوضح أنه المنتج ده أو الجزء ده حيمر على القسم زي خط السير وحياخد زمن كذا وهيستخدم التولز ما كان رقم كذا وهيستخدم التولز كذا دي اللي هي بطاقة العمليات زي ما احنا قلنا وهنا بقى في الإنتاج المستمر مش عايزين مستندات كتيرة يعني يمكن لا فيه بطاقة خط سير ولا فيه بطاقة عمليات ولا فيه رسومات ليه ولا فيه تعليمات تفصيلية هي بس بنديله زي ما قلت التعليمات في الأول مرة وانتانا والرقابة هنا ليست تفصيلية يعني بقى ليه الرقابة مش تفصيلية قال لها أنه مش محتاج أنك الرقابة محتاج رقابة بسيطة محتاج أنك أنت بس تتأكد أنه فيه مواد خام وتتأكد أنه الماكنات عمت لها صيانة وخلص ودي الأوامر الشغل حيمشي فمش محتاج رقابة تفصيلية وعشان نقول نعرف أنه عمال يشتغلوا ولا ما اشتغلوش معروف كمان الماكناة تقدر تنتج كم في الساعة يعني لو قلنا الماكناة هتنتج عشر ساعات او اشتغل ثمان ساعات يبقى ثمانين وحدة في اليوم لو جينا لقينهم قال يبقى مع أكيد حصلت أعطار فأنت مش عايز رقابة تفصيلية العامل عشان يشتغل نصرف له المواد الخام محتاجين العامل نبعط له الرسومات محتاجين العامل محتاجين العامل نحديد نديله بطاقة عمليات محتاجين العامل نديله بطاقة خط سير إلى آخره ده مش موجود في الانتاج المستمر هنا في الانتاج المستمر زي ما قلت ما بندش تعليمات تفصيلية للعمال بس أهم حاجة عندنا الامداد المستمر بالمواد لأن توقف توقف عدم موجود المادة الخام يعطل القط بأكمله إنما هنا لا مش موجود المادة الخام دي طب حول انتك حاجة تانية لأن هنا فيه تنويع زي ما احنا قل وهنا تعليمات يعني معناها هنا في الانتاج المتقطع بند تعليمات تفصيلية زي ما احنا قلنا وقد تختلف مواصفات المواد من طلبية إلى أخرى دي وقد نسيل الياه قد تختلف المواصفات من طلبية إلى أخرى زي ما قلت ده في الانتاج المستمر وفي الانتاج للطلب الدفعة المتكررة الدفعة المتكررة انتاج مستمر زي ما نقول زي السكر زي السجاير انتاج متقطع زي ما احنا بنقول الموبيلية حسب الطلب الرجل التارزي اللي بيفصل على حسب الطلب رجل بتاع الأحذية اللي برضو اللي بيفصل على حسب الطلب يبقى ده اسمه انتاج متقطع المستشفيات انتاج متقطع العمليات التعليمية انتاج متقطع الى اخر. في حاجة اللي هي الدفعة المتكررة. الدفعة المتكررة هنا مشكلتنا في احنا فيما يتعلق بقوة جدولة حاجتين. ايه هما? تحديد حجم الدفعة وترتيب الاولويات التنفيذ. ودي حنشوفها بعد لحظات. يبقى ده الانتاج المستمر. ده انتاج الدفعة المتكررة. ده انتاج متقطع. فيه زي ما احنا قلنا اسلوب الانتاج المشروعات. يعني ايه كلمة مشروع? مشروع يعني مش شركة يعني مش مصنع ده. اقول لك انا عندي مشروع. عندك مشروع يعني عنده مصنع ولا عنده شركة. لأ مش هو ده اللي احنا نقصده. انما المشروع بنقول هو ايه? هو سلسلة من المهام المترابطة تؤدى لتحقيق انجاز محدد. انجاز محدد. مجموعة مهام. عشان تعمل لي حاجة معينة. لفترة واحدة. ها? وله طبيعة خاصة لا تتكرر بنفس الصورة. ويتم انجازه في خلال فترة زمنية محددة. وفي حدود ميزانية موضوعة غالبا ما تكون كبيرة. تعرف زي ايه? زي مثلا في حالة لما نيجي نرصف طريق. او رصف الطريق ده اسمه مشروع. فالمشروع ليه ايه? ليه? بداية وليه نهاية. البداية اللي هي بداية الرصف. النهاية اللي هي لما نخلص رصف. وليه ميزانية موضوعة. وليه مواصفات. وحتاخد فترة زمنية كبيرة. زي مثلا حنبني مدينة سكنية ولا حنبني بيت. البيت ده مشروع. فاخد لبالك. زي مثلا حنعمل حملة اعلانية. الحملة اعلانية. هتبتدي فترة فلانية. وحنقلص الفترة الفلانية. ورسالة الاعلانية هتبقى كزا. يبقى دي بيسموها مشروع. زي مثلا حنعمل مناصة. مناصة مش كل شوية وتاني بنعمل مناصة. المناصة بتصعيمة على الفترات. فالمشروع اللي هو له فترة بداية وله فترة نهاية وفي ميزانية وقد يكون غير متكرر. واذا تكرر ما بيتكررش بنفس الصورة. وهنا في المشروعات. في المشروعات يعني احنا قلنا في الانتاج المستمر بنرتب الالات على اساس خط الانتاج. في الانتاج المتقطع الدفل المتكرة بنرتب على اساس العمليات. في المشروعات بنتبع حاجة اسمها الموقع الثابت. يعني متن زي ما قال لكم الدكتور مهاب سماحة في بناء السفن السفينة. ده نموذج لمشروع. السفينة دي مشروع. بناء طيارة مشروع. فهي في مكانها. يعني بنروح نبني السفينة في البحر في الترسانة. في الترسانة البحرية. وبننقل العمال وبننقل المكان للترسانة. فعشان كده هنا اسلوب الترتيب هنا اسم الموقع الثابت. الموقع الثابت. واحنا هنا بنعمل عملية الجدولة. بنعمل عملية الجدولة في حالة المشروعات. يهمني يعرف ايه العمليات اللي حتم. ويهمني يعرف التتابع الفني. مين الاول ومين التاني. ومين التانية. لان لو. لان التتابع هنا مهم جدا. وعلى اساسه بيتوقف وقت انتهاء المشروع. وهنا بنستخدم اساليب المسار الحارج واساليب بيرت. والدكتور صلاح. هيكلمكم في هذه النقاط تفصيلا. الانطلوب الاخير اللي هو الخدمات. طبعا احنا عارفين زي ما قلنا اول محاضرة الفرق بين الخدمة وبين السلعة. السلعة ملموسة والخدمة غير ملموسة. السلعة. الخدمة زي الطبيب بيقدم خدمة. العام المدرس او المحاضر بيقدم خدمة. النقل العام بيقدم خدمة. الى اخره. فالناس دي كلها بتؤدي خدمات. بتأدي خدمات. تختلف السلعة عن الخدمة. ان السلعة قابلة للتخزين. يعني زي عشان كده زي ما احنا شوفنا احنا بنخطط للانتاج. لما يزيد علينا الطلب. لازم. عشان نواجه زيادة الطلب. ممكن ننتج ونخزن. هنا في الخدمات بننفعش ننتج ونخزن. ما ينفعش ننتج ونخزن. ليه? لان الخدمة غير قابلة للتخزين. يعني تلحقها في وقتها. يا خلاص انت ونصيبك ارحت عليه. فعشان كده الخدمة غير قابلة للتخزين. وبالتالي يبقى ازا انا لازم اعمل حسابي ان انا اخدم العملاء في وقت ما يجوا وقت ما هما يحتاجوا هذه الحاجة. وعشان كده اه في مجال الخدمات بنعتمد على نظام الحجز المسبق. او تأجيل تنفيذ الطلبيات زي ما احنا شرحنا هناك في التقطيط الكل للانتاج. ولذلك اعمل حسابي انه اتوقع الحاجة دي هتبقى تنطلب امتى عشان اوفر لها الامكانيات وقلل زمن الانتظار. ولذلك نجد مثلا الاطباء. بعض الاطباء مش كل الاطباء في بعض التخصصات. اه? في ناس يعني تروح العيادات تتلطع بالساعتين لما ايجي دورها. عند اطباء البطنة مثلا لا ما عندهمش الحكاية دي. ليه ممكن يقولك مثلا تعال الساعة سبعة ونصف وعامل حساب وحيقعد مع المريض مثلا تلت ساعة. فيبقى عارف كل تلت ساعة هيجي له مريض. ها? اي قدر يدي لك المعاد بالزبط. انما هناك في حالة بعض التخصصات الاخرى زي المخ والاعصاب. ما نقدرش نعمل هذا الكلام. ده في ما يتعلق بالاساليب الانتاجية. اه هنتكلم عن دلوقتي عن اسلوب انتاج الدفع المتكررة. قبل ما نتكلم عن اسلوب انتاج الدفع المتكررة ناخد بريك وبعدين نكمل. نواصل. اسلوب انتاج الدفع المتكررة. اه فكرة انتاج الدفع. قبل ما نتكلم عن انتاج الدفع. احنا قلنا في في عدة اسلوب انتاجية. فيه الانتاج المستمر. فيه الانتاج الدفع. وفيه الانتاج المتخطأ او المتغير او بيسمون انتاج للطلب. ايه العنصر الحاكم في اختيار اسلوب من الاساليب الانتاجية. يعني عشان اختار واحد مثلا من الثلاثة دول. ايه اللي بيحكمني? اللي بيحكمني حجم الطلب. حجم الطلب. فلو كان حجم الطلب وعندي حاجتين انا عندي معدل انتاج المكنة. ولما نضرب عدد المكن في عدد مكنات اللي موجودة في المصنع في انتاج كل ما كان في الساعة يديني الانتاج اليوم. لو نضرب كمية الانتاج في الساعة في عدد ساعات العمل في عدد المكنات اللي موجودة يديني الانتاج اليومي للآلات. فلو افترضنا انه الانتاج اليومي للآلات هنفترض كده. الف واحدة في اليوم. والطلب السوء يبقى فيه انتاج وفيه طلب. لو افترضنا انه الانتاج اليومي للمكنة الف واحدة في اليوم. الطلب الف واحدة او اكثر. اتبع اسلوب انتاج مستمر ولا انتاج متقطع ولا انتاج دفاع. الطالما انه حتقت انه 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 الطلب اكتر او او مساوي للانتاج يبقى احسن لك انك انت تختار انتاج مستمر. ليه? لان انتاج مستمر مفيهوش اعداد وعلى طول شغال في نفس الحاجة باستمرار ومضيعش وقت. لكن لو اخترت انتاج متقطع او متغير. هنتج حاجة وبعدين اتوقف. اغير انتج حاجة تانية. اغير انتج حاجة تالتة. فبيضيع وقت. الوقت ده اللي بيضيع انا استخدمه في الانتاج. الوقت ده اللي بيضيع انا استخدمه في الانتاج. اذا اذا كان معدل الطلب اليومي او الاسبوع او الشهر او السنة اذا كان معدل الطلب اعلى او مساوي لمعدل الانتاج احسن لي ان انا انتج انتاج مستمر علشان اوفر الوقت الضاعف الانتقال من منتج لاخر. طب نفرض العكس. نفرض انه المكنة الانتاج اليومي للمكن مثلا الف وحدة. لكن الطلب اليومي مية. انتج الف والطلب اليومي مية. يعني الطلب اليوم عشرة في المية من انتاج المكن. يبقى ينفع اجيب مكنة اشغالها الف وحدة. طب هننتج الالف هنودي مية في السوق. طب والبقى يروح فين. ممكن يكون غير قبل للتخزين يتلف. اه. يبقى ما ينفعش هنا ان احنا نستخدم المكن. او ما ينفعش ننتج انتاج مستمر. ما ينفعش ننتج انتاج مستمر ليه. لان طيب المكن هتنتج وبعدين الباقي هتودي فين هتوزعه ازاي. فاذا كان معدل الانتاج اكبر من معدل الطلب. يعني معدل الانتاج اكبر من معدل الطلب. يبقى انتتبع اسلوب الانتاج المتغير او المتقطع. لكن لو كان معدل الانتاج. ما هوش كبير اوي زي الانتاج المستمر. معدل الطلب. ما هوش كبير اوي زي الانتاج المستمر. ومهامش سغير اوي زي انتاج متغير. ان ما وسط بينهم. يعني مثلا المكنه تقدر تنتج 1000 لكن السوق عايزة 600 فهنا كبيرة هو نسبيا مش زي المرة اللي فاتت كانت 100. 1000 الحالة دية نتبع اسلوب الانتاج الدفع المتكررة يعني ايه انتاج الدفع المتكررة فيه معدل الانتاج اليومي اكبر من معدل الطلب اليومي وعشان كده مش اقتصادي ان انا اخصص له خط الانتاج الصنف شغال فيه نفس حاجة باستمرار ليه لان لما معدل الانتاج اليومي لان لما يزيد معدل الانتاج اليوم عن الطلب حيتخزن حيتخزن ممكن يكون غير قبل التخزين ممكن يتلف ممكن فعشان كده نعمل ايه لذا فان المنظمة تقرر في هذه الحالة انتاج عدة اصناف على دفعات يعني عدة اصناف على دفعات اذا نشغل المصنع بكامل طاقاته يقدر ينتج الف اليوم خلاص نشغلهم الالف جزء منهم الانتاج ده يروح السوق احنا بنقول السوق عايزة ستمية جزء يروح السوق ستمية وجزء التالي يروح السوق المخازن ربعمية جزء يروح السوق ستمية وجزء يروح المخازن ربعمية للمخازن تملت وتكارر ذلك يوم المخازن هتتمي لي وعندما يصل رصيد المخزون الى حد معين تتوقف المنظمة عن انتاج هذا الصنف وتتحول لانتاج صنف اخر طب في الفترة اللي بينتج فيها الصنف التاني هو هو وقف الصنف الاولى الفترة اللي حينتج فيها الصنف التاني اللي عايزين الصنف الاولى نجيب لهم من اين ونجيب لهم من المخزن. نجيب لهم من المخزن. وفي فترة انتاج الصنف الثاني تشبع الطلب على الصنف الاول من المخزون. يبقى بينشغل المصمع بكامل طاقته جزء من الانتاج يروح للسوق وجزء يروح للمخزن وتكرر ذلك يوميا وعندما يصل رصيد المخزون الى حد معين تتوقف المنظمة عن انتاج هذا الصنف وتتحول لانتاج صنف اخر جزء يروح للسوق وجزء يروح المخزن. وفي الفترة اللي بينتاج فيها الصنف الثاني تشبع الطلب على الصنف الاول من المخزون. الشوية اللي انتجناهم دول اللي مجموع ما انتجناه من اول ما بتدينا ننتج لغاية ما خلصوا لغاية ما خلصوا بنسميهم دفعة وعشان دفعة يبقى اللي ينتج في المرة الوحدة ده اسمه دفعة وعشان بنرجع نكرره مرة اخرى بنسميها دفعة متكررة. دفعة متكررة. اهو اذا افترضنا ان معدل الانتاج اليومي الف وحدة وان معدل الطلب اليومي ستمية. هل تنصح بتخصيص خط انتاج لهذا الصنف? انتاج الف طلب ستمية. ينتج انتاج مستمر ولا ينتج انتاج متقطع ولا ينتج انتاج دفع? اولا انتاج مستمر مش هينفع. ليه? لانه الانتاج اكتر من الطلب. وانتاج متغير برضو مش هينفع. لانه الكمية كبيرة نسبيا. يبقى هنعمل ايه? يبقى هل ينصح بتخصيص خط انتاج? لا ما ينفعش يخط انتاج في هذه الحالة. وما لحننتج ايه? انتاج دفعة متكررة. طيب. بيقول لو المنظمة دي قررت انها تشغل المصلة على مدة ست ايام. ست ايام وبينتج في اليوم الف. يبقى في الست ايام حينتج كام? وما هو معدل? وما هو حجم الاستهلاك في هذه الفترة? وما هو حجم المخزون في نهاية الست ايام? وحيخلصه امتى? وعايزينك توضح لنا الكلام ده بيانيا. تعال. يبقى اذا اهو. ده سلوك الانتاج والمخزون بس الرسمة جات في غير مكانها. هنبقى نرجع لها تاني بعد شوية. هنبقى نرجع لها تاني بعد شوية. فهنا كمية الانتاج ست ايام في الف وحدة في اليوم يطلع ستلاف وحدة. ده في الست ايام. ست ايام في الف وحدة في اليوم يبقى الانتاج ستلاف وحدة. هو الطلب السوق عايزة ستمية. فستة في ستمية يطلع تلات تلاف وستمية. تلات تلاف وستمية. هو انتك ست تلاف. استهلك في الست ايام تلات تلاف ستمية. الباقي راح فين? الباقي حيروح المخزن. ست تلاف تلات تلاف ستمية يطلع الفين ربعمية. من وضحها بهذه الصورة. ادي اليوم اه? وادي الانتاج وادي الاستهلاك وادي المخزون وادي متجمع المخزون. في اليوم الاولاني اهو حينتج الف ستمية يروح السوق الباقي ربعمية يروح المخزن. المخزن هو فاضي. يحطوا فيه الربعمية. تاني يوم هننتج الف ستمية يروح السوق ربعمية يروح المخزن. المخزن فيه ربعمية من مبارح نحط الربعمية بتاع النهاردة يبقى تمنمية. اليوم التالت هينتج الف ستمية يروح السوق. ربعمية يروح المخزن. يبقى اذا المخزن فيه تمنمية من مبارح يبقى الف ومئتين. في اليوم الرابع الف يروح السوق. ستمية يروح المخزن. آآ الف يروح السوق. آآ الف انتاج. ستمية روح السوق. ربعمية يروح المخزن. المخزن فيه الف ومتين يبقى الف ستمية. في خامس يوم الف ستمية السوق. ربعمية المخزن. وفيه الف ستمية مبارح يبقى الفين. في اليوم السادس وبعد السادس هتوقف. الف يروح الف الانتاج. ستمية السوق الاستهلاك او السوق. ربعمية المخزن يبقى الفين وربعمية. خلاص بقى حيتوقف. حيتوقف. حيتوقف حينتج حاجة تاني. طب الناس عايزة عايزة اللي عايزين الستمية دول كل يوم نجيب لهم من نجيب لهم من المخزن. يبقى هنا السوق عايزة ستمية ما انتاكش اهو. يسحب منين يسحب من المخزن. فحيستهلك هنا كام? حيستهلك ستمية. وبالتالي لما حيستهلك ستمية. يبقى المخزن هنا كان فيه 1400. يبقى حين قصوب. يبقى 1800. في اليوم الثامن برضو مش هينتج. السوق عايزة ستمية. هنجيبهم من المخزن اللي هو 1800. يبقى 1200. في اليوم التاسع مش هينتج. السوق عايزة ستمية. هنجيبهم من اللي في المخزن. يبقى تبقى ستمية. في اليوم العاشر. السوق عايزة ستمية. هنجيبهم من في المخزن. المخزن خلص. يبتدي بقى في اليوم 11 ينتج تاني او رجع يكرر الصنف 1600 يروح السوق 400 يروح المخزن بقى فيه 1000 تكرر الحكاية دي فالشوية دول اللي انتجوا دول اللي انتجوا دول الستة لاف اسموهم دفعة الستة لاف دول هنا اللي انتجوا دول في هذه الفترة في الستة ايام اسموهم دفعة باللاحظ هنا انه المخزون بيزيد بيبدأ قليل 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 ويزيد ولذلك في الرسمة اللي فاتت حلق ايه بيبتدي من نقطة الصفر ويزيد 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 لغاية لما يوصل لحد معين اللي هو 2400 ويروح ايه متوقف بعد ما توقف هيسحب عشان ولذلك بتبص تلاقي ايه بعد ما يتوقف عن الانتاج ويبتدي يسحب في المخزن ويشوفها هيبتدي اللي 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 لغاية ما يخلص اول ما يخلص يبتدي تاني ولذلك في الرسمة اللي شفناها من شوية كانت بتزيد لغاية لما توصل لرأس المسلس اول ما توصل لرأس المسلس ده لحد الاقصى المخزون يتوقف ومن اول ما انتج لغاية ما توقف ده اسمها فترة الانتاج لكن في فترة اللي بينتج فيها الست ايام بيستهلك في الفترة اللي بينتج فيها في الست ايام بيستهلك وعشان كده فترة الانتاج ست ايام لكن فترة الاستهلاك كام فترة الاستهلاك اهو عشر ايام لانه باعتبر ان الانتحت ده دفعة تانية ففترة الاستهلاك ست ايام اسف فترة الانتاج ست ايام لكن فترة الاستهلاك عشر ايام ولذلك بنجد ان وقت العملية شكل مسلس يبتدي يزيد 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 المخزون لغاية لما يوصل لحد معين معلش مش هنقدر نرجع الرسمة اللي فات التاني لما يوصل لحد معين فبنتوقف وبعدين يبتدي L لغاية ما يخلص ويرجع يكرر نفس الحكاية ده اللي هو فكرة الانتاج الدفع المتكررة وسلوك الانتاج والمخزون في شكل مثال رقم طيب احنا دلوقتي الدفع اللي نيجي ننتجها دي يعني احنا في المثال اللي فات وده فضلنا ننتج لمدة ستة ايام لغاية ما وصلنا ستة لاف استهلاكنا من الستة لاف دول تلاتة لاف ستمية والالفين وربعمية حطناهم في المخزن الستة لاف اللي انتجناهم دول اسمهم دفعة ازاي يحدد حجم الدفع احنا ناس بتوع تجارة احنا ناس بتوع اقتصاد نحدد حجم الدفع على اساس التكاليف قالوا والله عملية الانتاج وتحديد حجم الدفع مرتبطة بالتكاليف فايه التكاليف المرتبطة بحجم الدفع قال في نوعين من التكاليف فيه تكاليف اسمها تكاليف الاعداد وفيه تكاليف اسمها تكاليف الاحتفاظ بالمخزون تكاليف الاعداد تكاليف الاعداد دلوقتي لما اجي زي مسلا مصل على المياه الغازية لما نيجي مسلا احنا دلوقتي على فكرة زي ايه مصانع مصانع بتنتج الدفع مصانع بتنتج انتاج دفع متكررة زي مصانع المياه الغازية الكولة والبرتقال بيبينتجهم على نفس المكنة لكن آسف الكولة دي لها خط وحدها انتاج مستمر لكن البرتقال واللمون والحاجات التانية بينتجها على مكنة واحدة فده بيسموه انتاج دفع يبقى مصانع المياه الغازية بس الكولة مش داخل فيهم بتنتج انتاج دفع مصانع الأدوية بتنتج انتاج دفع بتنتج إنتاج دفع وهكذا فإحنا لما بنيجي ننتج دفعة معينة بننتج مثلا زي ما قلت دلوقتي إحنا بننتج برثقان هنحول علشان ننتج لموم بعدها فمش العملية مش على طول كده رح أوقف المكانة بتدي ننتج لأ ده لازم نغسر التنكات ونحضر الشراب نضيف الأسانسات بتاعته والمركزات بدل ما كانت للمون هنغير حننتج برثقان وبالتالي محتاج إعداد الإعداد ده بيكلفني إيه هي التكاليف اللي بتتحمل كل مرة إعداد قال بتتحمل إن إحنا بندي أمر للناس زي ما شرحنا في زي ما شرحنا في الأساليب الإنتاجية وفي الجدولة بنعمل مستندات عشان اللي حيروح للأمر بصرف المستلزمات وبصرف المركزات والحاجات دية مش عقدر يصير بغربه ورق بغربه مستند فتعادات وتوزيع المستندات ده تكاليف أيضا في الفترة اللي بنزبط فيها المكناة عشان ننتج فيها المنتج التاني المكناة ما بتشتغلش ما بتشتغلش يبقى ضاع علي تكاليف تكاليف الوقت العاطد للآلة كان ممكن تشتغل وبعدين ممكن المكناة نفسها محتاجة إلى مواد يعني ممكن نكون عشان نشيل أثر المشروب اللي قبل كده نجيب مواد تزيل الطعم السابق فده برضو بفلوس بعدين في عمال فاكرين مرة قلت لكم في مصانع السيارات لما نيجي عشان ننتج الاكسدام بتاع العربية المكناة بتعود المخارطة بنوعد نزبط فيها 24 ساعة العامل الإعداد ده عامل ماهر مش أي حد من ضمن تكاليف الإعداد بعد ما بننزبط من ننتج تقريب بنفحص وننرى مطابق المواصفات ولا لا وتكاليف الفحص دي تكاليف اعداد مجموعة تكاليف دي كلها اسمها تكاليف الاعداد تكاليف الاعداد وتكاليف الاعداد دي احنا بنحسبها بالمرة يعني لو قلنا المرة الف جنيه طيب لو على مرتين يبقى الفين جنيه تكاليف الاعداد دي ازاي بتحسب للمرة ومدام بتحسب للمرة عشان نحسب في خلال الفترة انت تكلفت كام؟ نشوف اجمالي تكاليف الاعداد هي عبارة عن عدد مرات الاعداد في تكلفة الاعداد للمرة الوحدة زي المسال ده اللي معانا هو ادي تكاليف الاعداد عدد مرات الاعداد و ادي تكلفة الاعداد في المرة و ادي اجمالي تكلفة الاعداد و ادي حجم الدفع فلو انا مثلا عديت مرة واحدة و الام مرة الوحدة هتطرد مثلا مثال بسيط جدا ان انا هتحمل 20 جنيه في المرة وانا احتياجاتي مثلا هنفترض ان احتياجاتي السنوية 600 فانا اللي عايزه خسانة ده كله 600 عادت لهم مرة واحدة وانتجت هما 600 كلهم وحطيتهم في المخزن وهو بنقول مرة الاعداد 20 جنيه يبقى تكاليف كام اهو 600 هنتجهم على مرة واحدة وتكلفة اعداد 20 جنيه لكن لو جزقناهم على مرتين المرتين الستمية هنجزقهم على مرتين يبقى كل مرة 300 والمرة بعشرين يبقى 2 في 20 ب40 لكن الكمية هنجزقناهم اهو طب لو انتجناهم على 3 مرات والمرة بعشرين يبقى 60 وجزقت الستمية على 3 مرات تبقى 200 طب لو جزقتهم على 4 مرات مم؟ تبقى كام؟ تبقى 80 والستمية هنجزقهم على 4 مرات وتبقى 150 طب الستمية لو جزقتهم على 5 مرات مم؟ يبقى تكلفة الاعداد 25 في 20 بمية وحجم الدفعة 600 على 520 وهكذا وهكذا فبتبص تلاقي ايه فبتبص تلاقي هنا ال600 يمكن حد يسأل دي جبناها منين انا بافترض ان احتياجاتي السنوية 600 العشرين جبناها منين بافترض انه تكلفت الاعداد في المرة 20 جنيه يعني لا افترض ما انه تكلفت الاعداد في المرة 20 جنيه واحتياجاتي السنوية 600 وسيبين لك انت القرار انك انت تنتجهم على مرة او اتنين او ثلاثة او اربعة تجزقهم يعني تعملهم مرة واحدة وانتهينا 600 خلاص او تجزقهم زي ما انت شايف كده سيبين لك انت القرار فانت بتحسب والله لو مرة واحدة هنتحمل لعشرين ويبقى انتجنا 600 وريحنا بالنا جزقناهم في اول السنة 300 وفي نص السنة 300 يعني عدينا مرتين يبقى باربعين طب على ثلاث مرات يعني كل اربع شهور يبقى كل مرة بعشرين في ثلاثة يبقى بستين ويبقى والستمية حين جزاها وثلاث مرات 200 و200 وهكذا طب احسن انتجهم مرة واحدة وريح نفسي ولا انتجهم على خمس مرات نجاوب ازاي نختار ازاي نختار على اساس التكاليف على مرة واحدة عشرين لكن على خمس مرات مية على خمس مرات مية يبقى لا في هذه الحالة ان انا هنتجهم مرة واحدة لان تكاليف الاعداد اقل ما يمكن ولحظ معايا ملحوظة ان ايه ان كل ما كل ما احنا عايزين نقلل تكاليف الاعداد اهو عايزين نقلل تكاليف الاعداد مية تمانين ستين اربعين عشرين عشان تقلل تكاليف الاعداد عشان تقلل تكاليف الاعداد قلل عدد مرات الاعداد عشان تقلل تكاليف الاعداد قلل عدد مرات الاعداد وعشان تقلل عدد مرات الاعداد بتنتج الكمية كلها مرة واحدة والعكس صحيح يعني انت لو جزأت الكمية على عدد مرات كبير تكاليف الاعداد حتزيد ولذلك بنمثلها في الشكل بالشكل ده إن كل ما تزود كل ما تزود كل ما تزود الكمية أو كل ما تقلل الكمية على المحور الرفقي على المحور الرأسي الكمية الكمية وعلى المحور الافقي عدد المرات كل ما تقلل الكمية كل ما تقلل الكمية التكليف الاعداد يحصل لها ايه تكليف الاعداد بتزيد يبقى كل ما تقلل الكمية كل ما تقلل الكمية تكليف الاعداد بتزيد او العكس او العكس كل ما تزود عدد البرات تكليف الاعداد بتزيد فبنتشوف انها التكاليف بتقل 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 امتى بتقل التكاليف كل ما تقلل الكمية كل ما تقلل الكمية كل ما تقلل الكمية تكاليف الاعداد تزيد والعكس صحيح طيب ما زي حد يقولك طب ما نريح نفسنا وننتجهم على مرة واحدة ما نريح نفسنا وننتجهم على مرة واحدة نقول له عشان إترجح نفسكم تجدا tänسيت في أكثر ما بتكاليف للاحتفاظ في المخزين ايه هي تكاليف للاحتفاظ في المخزين ايه هي تكاليف للاحتفاظ في المخزين يبقى انه الي توجد 600 turned possible وصيبتهم لمدة سنة زودت تكاليف لاحتفاظ في المخزين إيه هي تكاليف للاحتفاظ بتقاليف المخزون ال mauvais ممكن المخزن ما يستوعبش هتستأجر مخزن تاني ممكن يتلف يعني تكاليف التقاض بالمخزون هي التكاليف التي تتحملها المنشئة في سبب التقاض بالمخزون وهذه التكاليف تشمل تكاليف فايدة الاستثمار في المخزون تكاليف التلف تكاليف التقادم تكاليف التأمين الخسائر بسبب الاختلاس والسرقة تكاليف التلف بسبب الحوادث تكاليف إمكانيات التخزين مجموعة هذه التكاليف اسمها تكاليف لاحتفاظ بالمخزون وكل ما يزيد المخزون كل ما بزيد هذه التكاليف كل ما تقلل المخزون كل ما تقل هذه التكاليف ولذلك في المثال اللي احنا بنتكلم عنه ها الان دي عدد مرات الاعداد على مرة واحدة كان حجم الدفعة كان 600 حجمه مرة واحدة نغطون في المخزن بطريقة ما انا حساب التكاليف التخزين مش مهم ازاي انتم اخدتوا هذا الكلام في سنة تانية فالقيت هتطلع 180 جنيه لكن لو انا جيت جزقتهم على مرتين كل مرة 300 يبقى انا قللت اللي في المخزن قللت اللي في المخزن النص فالتكاليفة هنزلت النص من 180 ل90 لو قللتهم 600 بدل 300 خلتهم على 200 يعني كل مرة على 3 مرات يبقى التكاليفة حتبقى 90 حتبقى 60 لو على 4 مرات يبقى الدفعة هتقل هتبقى 150 يبقى التكاليف هتلاقيها كام 45 على 5 مرات هتبص تلاقي 500 على 5 مرات 120 هتبص تلاقي التكاليف بيه 36 وهكذا اذا في هذه الحالة كل ما تقلل حجم الدفعة تقلل تكاليف التخزين اللي فاتت كانت العكس اللي فاتت كل ما تقلل حجم الدفعة في المرة اللي فاتت تزيد تكاليف الأعداد كل ما تقلل حجم الدفعة تزيد تكاليف الأعداد هنا كل ما تقلل حجم الدفعة تقلل تكاليف التخزين طب لو أنا عايز أختار أختار مين أختار على خمس مرات كل مرة مية وعشرين التكاليف أقل ما يمكن اللي هي 36 وبالتالي حتبصت لقي سلوك التكاليف بياخد هذا الشكل طب نختار مين هناك قولنا ننتجهم على مرة واحدة هنا قال لك ننتجهم على خمس مرات طب أختار مرة ولا خمسة قال لك هناك انت بصص على تكلفة العداد هنا بصص على تكلفة الاحتفاظ والمخزون طب نختار مين قالوا والله شوف أنت أي دفعة أنت هتنتجها هتعدلها وحتحمل والدفعة هتتحط في المخزن فتشوف أجبوع التكلفتين وعشان كده هتروح نجمع التكلفتين آه ده آه دي حجم الدفعة لو على دفعة واحدة 600 آه 3 مرتين 300 300 200 450 520 ده اللي هو عجم الدفعة وهدي تكاليف الاعداد وبنلاحظ أن احنا كل ما بنقلل حجم الدفعة كل ما بتزيد تكاليف الاعداد عشان عدد مرات الاعداد بيزيد لكن كل ما بنقلل حجم الدفعة ها ده هنا كل ما بنقلل كل ما بنقلل حجم الدفعة تكاليف الاعداد بتقل ليه بتقل؟ أسف تكاليف الاعداد بتزيد ليه بتزيد؟ عشان زودنا عدد مرات الاعداد كل ما بتقلل حجم الدفعة تكاليف الاعداد بتزيد عشان عدد مرات الاعداد بيزيد لكن تكاليف الاحتفاظ بالنخزون تكاليف الاحتفاظ بالنخزون كل ما تقلل حجم الدفعة تكاليف التخزين تقل احنا زي ما قولنا نختار مين نجمع دي معادي ونشوف 20 و 180 حتطلع 200 40 و 90 حتطلع 130 60 و 60 حتطلع 120 80 و 45 40 و 125 و 136 مفصل له اقبال التكاليف بيقل الى حد معين او بعد كده يبتدي يزيد اول ما يكون عند اقل حد معين هو ده المستوى الامثل للتكاليف او حيحملني اقل تكاليف اذا احتياجاتي السنوية اللي هي 600 هنتجهم على 3 مرات كل مرة 200 هتحمل اقل تكاليف اعداد وتخزين اللي هي 120 وده بيسموها المثلى او الاقتصادية لان لو قللت عن كده هتزيد لو زودت عن كده هتزيد ده ازاي بنحدد حجم الدفعة الاقتصادية عشان نريح بالنا من الحسابات والجدول بتتعامل في شكل معادلات رياضية حجم الدفعة هنسميه كاف ستار ستار يعني ابتصادية كاف ستار او حجم الدفعة ده بدلا بنعملها بجدول ونقعد نحس بتكاليف الاعداد وتكاليف اقتصادية نرزول ونجمع ولكم هنجيبها بمعادلة المعادلة بتقول اتنين الف ط على زين مضربة في واحد نقصين على جيم نقصين على جيم كاف ده اللي هي حجم الدفعة الف اللي هي تكلفة الاعداد ا ا ا اعداد ط اللي هي الاحتاجات السنوية زين اللي هي تكلفة تخزين الوحدة سين اللي هي معدل لاستهلاك جيم اللي هي معدل الانتاج وطبعا معدل الانتاج فانتاج الدفع اكبر من معدل الاستهلاك ده اللي يديني ايه ده اللي يديني حجم الدفع بدلا من نحسبها بالجدول في المرة اللي فات طب حيحملني تكاليف كام ففيه عندنا حاجة اسمها التكاليف المثلأ اللي هي اقل تكاليف ممكنة بنسميها فيه ستار او فيه نجمة فيه نجمة نفس المعادلة اللي فاتة دي مش هنغير حاجة فيها بس كل اللي هناك النطاة دي حننزلها تحت ففيه نجمة دي بتساوي اتنين الف طا مضروبها في زين في واحد ناقصين على جيم اتنين الف طا في واحد ناقصين على جيم دي اللي هي التكاليف المثلأ طيب دلوقتي انا زي ما قلت احتياجات السنوية ستة مية وانا حسبت حجم الدفعة متين يطلعوا كم دفعة لما اجي اس من ستمية على المتين يطلع تلات دفعة لو زودت اوللت عن كده التكاليف حزيت عشان كده بنسميها العدد الامثل للدفعة والعدد الامثل للدفعة ده بنجيب وطا على كاف ستار طيب الدفعة مثلا احنا حسبناها في المثال بتاعنا ده كانت متين الدفعة حسبناها كانت متين وهو لو انا عايز احسب المتين ده الدق اسف أو حتى في المثال اللي خدناه في الاول خالص اللي هو كانت الدفعة عندنا ستة لاف هو كان بينتج في اليوم كام كان بينتج الف يبقى الفترة الزمنية لانتاج الدفعة ستة لاف اللي هو كل الدفعة على الالف اللي هو معدل الانتاج يطلع هتطلع ستة ايام فالفترة الزمنية لانتاج الدفعة كاف ستار اللي هي الدفعة على المعدل الانتاج على معدل الانتاج الفترة الزمنية لاستهلاك الدفعة اللي هي برضو كاف ستار على معدل الاستهلاك يديني الفترة الزمنية لاستهلاك الدفاع المثال ونحله مع بعض عندنا المثال موجود في الكتاب في صفحة صفحة 420 يقول تبلغ الاحتياجات السنوية من أحد الأجزاء 2500 وحدة تكلفة الإعداد 100 جنيه تكلفة تخزين الوحدة 2 جنيه ومعدل الإنتاج اليومي 100 وحدة ومعدل الاستهلاك أو السحب 36 وحدة في اليوم وبيسأل ما هو حجم الدفع الاقتصادي أو حجم الدفع المثال فنقول له والله حجم الدفع اللي هي كافستار هتساوي القانون بتاعنا اللي هو 2 الاتنين دي أصلا في القانون فيه ألف اللي هي تكلفة الإعداد هنا بيقول لي تكلفة الإعداد 100 مضروبة في الاحتياجات السنوية اللي هي 2500 مقسومة على زين اللي هي تكلفة تخزين الوحدة بيقول لي 2 جنيه مضروبة فيه واحد في القوس واحد وأصلا في القانون ناقص معدل الاستهلاك على معدل الانتاج معدل الاستهلاك بيقول لي 36 على معدل الانتاج اللي هو 100 ونروح أفلين القوس نبتدي بقى نصف الأول 36 على 100 دي حتبقى 36 من 100 يبقى واحد ناقص 36 من 100 حيطلع 64 من 100 نضربها في الاتنين يعني كده اهو اهو هتساوي فيه هتساوي اهو اتنين في 100 في 2500 على 2 في 1 ناقص 36 من 100 واحد ناقص 36 من 100 على 64 من 100 زي ما احنا قلنا يبقى 2 في 100 في 2500 على وناخد الجازر ونحسب هتطلع تلك 1625 واحدة 625 واحدة لما نروح نحسب التكاليف اطالب كمان التكاليف المثلة التكاليف المثلة اللي هي فيها ستار وفيها ستار دي بتساوي 2 ألف ط مضربة في زين في 1 ناقص 30 على جيم ففيه بتساوي 2 في ألف اللي هي في 100 في في زين اللي هي 2 2 اللي هي القانون في ألف اللي هي تكلفة الاعداد في زين في ط اللي هي 2500 في زين اللي هي في 2 في 1 ناقص 30 على جيم اللي هي إحنا حسبناها 625 وعشرين العدد الأمثل للدفع آه مكتوبة غلط العدد الأمثل للدفع اللي هو 625 على 100 مكتوبة غلط آه 625 على معدل الإنتاج مكتوبة هنا غلط العدد الأمثل العدد الأمثل للدفع اللي هو 625 على ده غلط 625 على العدد الأمثل للدفع آه ده أنا اللي قلت العدد الأمثل للدفع إن إحنا هنقسم الاحتياجات السنوية كلها أنا اللي غلط العدد الأمثل للدفع اللي هي الاحتياجات السنوية اللي هي 2500 على 625 هيطلع 4 دفع ده العدد الأمثل للدفع وبعدين هنحسب الفترة الزمنية لإنتاج الدفع الفترة الزمنية لإنتاج الدفع إنه هو الدفع نفسها اللي احنا اتكلمنا عنها اللي هي 625 عالمية فترة الزمنية للسلاك الدفعة 625 على 36 هيطلع 17 يوم و36 من 100 دي بقى ازاي بنحدد البيانات المتغيرات اللي هي مطلوبة في المتغيرات احنا قلنا في انتاج الدفع في عندنا مشكلتين واخنا بنتكلم في عملية المقارنة في الانتاج اللي بيخطط للانتاج في انتاج الدفع محتاج يحسب حاجتين محتاج يحسب حجم الدفعة اللي هي تكفي تكفي الطلب أصناها فترة الانتاج وهو بينتج عدة منتجات يعني في مصانع الأدوية هو بينتج عدة منتجات فمحتاج مين الدفعة اللي بينتجها الأول ومين الدفعة اللي وراها بهذا الشكل وفي تخطيط الانتاج في حالة انتاج الدفع اللي بيشقل بالنا هم الحاجتين دول اللي هم حساب الكمية الاقتصادية والدفعة الاقتصادية اللي احنا حسبنا ده وحساب وتحديد أولويات إنتاج الدفعة تحديد الأولويات أو التتابع من الدفعة الأولانية ومن الدفعة الثانية ومن الدفعة الثالثة ده بنسميه بيدخل في الموضوع بتاعنا اللي هو جدولة الدفعات لأن الجدولة هي إيه الجدولة هي تخصيص وتتابع هدفنا هنا في الجدولة في إنتاج الدفع إن إحنا ننتج الدفعة اللي تكفي الطلب لغاية ما ننتج الدفعة دي مرة تاني زي ما إحنا شفناها انتج الكمية لتكافي الطلب لغاية لما ارجع عندي مرة تأثنين وهنا في عمليه جدولة في انتاج والدفع احنا محتاجين نحدد التتابع زي ما قلت ومحتاجين بعدما نحدد التتابع نخصص ملات جدولة تخصيصه التتابع يبقى الاول نحدد التتابع هنا في الدفع التتابع وبعدين نخصص والمشكلة التالية زي ما قلت اللي هو تحديد من الدفع لما نيجي نحدد التتابع أو طرق تحديد الأولويات في عندنا أسلوبين بنستخدمهم في تحديد الأولويات أو في تحديد التتابع في إنتاج الدفع إيهما دول حاجة اسمها فترة التغطية وحاجة اسمها النسبة الحارجة إيه هي فترة التغطية فترة التغطية فترة التغطية اللي هو المخزون اللي موجود عندي يكفيني قد إيه يغطيني قد إيه يغطيني قد إيه يبقى فترة التغطية المقصود بيها الفترة اللي بيغطي فيها المخزون اللي في المخزن يكفي الطلب قد إيه يعني عندي في المخزن ربعمية طب أنا بس حفل كل يوم واربعين يبقى الربعمية دول حيغطوني لمدة عشر أيام لأن 10 أيام ف40 ب400 ففترة التغطية يعني الفترة اللي بيغطيني فيها المخزون اللي بيغطي فيها المخزون الطلب لغاية منتج مرة أخرى وحتى ده لفظ شائع يعني واحد يقول لك الموضوع ده يعني ده سترنا ده مغطينا يعني مش مخلينا محتاجين فهنا فترة التغطية يعني المخزون اللي عندنا يواجه الطلب أو يكف الطلب لمدة كاملة لغاية ما ننتج فترة أخرى لغاية ما ننتج مرة أخرى يقصد بفترة التغطية الفترة التي يغطي فيها المخزون المتاح من عنصر ما لفترة تأخذ الاستعمال الجاري بنحسب إزاي فترة التغطية فترة التغطية في طرقتين طرية الأولانية بيقول لك والله المخزون أو المخزون اللي عندي على الطلب المخزون المتاح في أول الفترة على الطلب المقدر الثانية إن إحنا ده بس بنالجي للطريقة الثانية لو كان عندي طلبيات مؤجلة يعني عندي حاجات من قبل كده لسه يعني نزلة في الجدول ولا أنا تعقدت عليها ومنفستهاش فقال لك لو فيه انتاج مجدول أو فيه حاجة نزلة في الجدول ومنفستهاش فهي نفس اللي فاتت بس هنغير يعني بدل ما كنا بنقول المخزون على الطلب أو السلاك هنقول المخزون ونحط عليه الانتاج ناقص الطلب مخزون أول الفترة زايد الانتاج ناقص الطلب على الطلب المقدر للفترة على الطلب المقدر للفترة تعالا ناخد مثال ونشوف مع بعض إزاي نعمل فيه عملية التتابع وإزاي وإزاي نعمل فيه عملية التخصيص عندنا مثال صفحة 432 بيقول بافتراض أن هناك ورشة تعد الجدول الأسبوع لخمسة أجزاء ويدينا البيانات بتاعتنا الجزء ألف بيهجيم دال ها ودي حجم الدفعة 90 80 120 100 150 دال هو حجم الدفعة ومديني زمن إنتاج الوحدة 5 الوحدة يعني عشان أنتج الوحدة من الدفعة دي عايزة 5 100 دي عايزة 2 من 10 أو 20 من 100 دي 25 من 100 دي 8 من 100 دي 14 من 100 ومديني كمان زمن إنتاج الدفعة زمن إنتاج الدفعة فهذا زمن إنتاج الدفعة دلوقتي نحن لما نروح ضربين 90 في 5 من 100 هيطلع واخد كام الدفعة واخد 4.5 ساعة وهنا 80 في 20 من 100 واخد كام واخد 16 ساعة وهنا 120 في 25 من 100 واخد 30 ساعة وهنا 800 في 8 من 100 واخد 8 ساعة وهنا 150 في 14 من 100 واخد ساعة فده بالشكل ده يبقى إذن هتاخد كام الدفعات كلها لما نيجي نجمع هتاخد 79 من تعالي نحسب فترة التغطية في المثال ده عشان نحسب فترة التغطية احنا قلنا مخزون أول المدة هنا ما فيش إنتاج مجدوة ما فيش إنتاج مجدوة عشان تحسب فترة التغطية فترة التغطية هي مخزون أول المدة على الطلب فآدي مخزون أول المدة معطيات 160 120 60 130 170 وآدي الطلب 50 50 35 35 40 30 40 تعالي نحسب فترة التغطية هنا عندنا 160 والطلب الأسبوعي 50 هتطلع فترة التغطية كام 3 و2 من 10 يعني اللي عندنا ده هيخلص بعد 3 أيام لو البيانات باليوم مثلا أو باليوم أو الأسبوع عين كان 3 و2 من 10 120 على 35 هيطلع 33 ده اللي عندي كافيني 3 و2 من 10 ده اللي عندي كافيني 3 و1 من 10 60 على 45 هيطلع 1 33 من 100 ده 130 على 30 هيطلع 4 33 من 100 170 على 40 هيطلع 4 35 من 100 فأدي فترة التغطية ده اللي عندي كافيني 3 أيام و2 من 10 ده كافيني 3 أيام و1 من 10 ده يوم و3 من 10 ده 4 و3 من 10 ده 4 و3 أو 35 من 100 طيب أنا أبتدي بمين أنا أنتك دلوقتي مين اللي هيخلص الأول ده 35 من 100 ده اللي عندي كافيني 4 و3 و3 من 100 ده اللي عندي كافيني 1 3 إبقى ده هيخلص الأول فبيقولك اللي هيخلص الأول هو اللي تبتدي تنتجه الأول وبالتالي هيبقى الأولويات لما نيجي نرتبهم في إنتاج الدفع ترتب الأولويات أو عشان ننتج أي الدفع نحدد من الدفع الأول المخزون وهذه الطلب فلما جاسم للتنين يبقى ده هيخلص بعد يوم وتلك يبقى ده ليه الأولوية ده أول ينتج الأول وبعدين مين بعدها دي 3 13 لكن دي 23 لا يبقى 13 هي الأقل يبقى دي بعدها نمر 2 نمر 2 ليه المفروض دي المفروض 3 13 طيب المفروض هي دي بعدها المفروض دي بعدها وبعدين دي نمر 3 المفروض نبدل دي مكان دي وبعدين دي 4 33 تبقى نمر 4 وبرضه البيانات مش محسوبة صح الترتيب ده مش طالع مش طالع صح المهم انحنا هنرتب ازاي هنرتب على أساس هنرتب على أساس ها هي دي 160 على 50 3 و 12 لكن هنا 120 على 35 دي مش 13 دي 43 دي 3 43 مش 3 13 مش 3 13 دي دي على دي صح كده دي 130 على 30 4 33 دي 4 170 على 40 دي 4 25 مش 35 4 25 هتراجع دي تقلب تراجعها بس في الكتاب طبقا اللي في الكتاب اللي في الكتاب هو اللي صح فهيطلع الترتيب ده صح يعني ده الاول وبعدين دي هتبقى 3 43 40 وبالتالي دي هتبقى التالتة دي 3 2 من 10 لكن دي 3 43 وهكذا فهيبقى الترتيب اللي هتنفز به الدفع جيم وبعد جيم وابعدين ألف وبعدين ب وبعدين ها وبعدين دال فإحنا لما بنيجي نرتب بنرتب طبقا لفترة التغطية بعد ما عملنا الترتيب هنروح نخصص التخصيص الطاقة هيبقى ازاي اهو هنخصص احنا قلنا اول حاجة عندنا مين جيم يبقى جيم الاول وفترة التغطية هتخلص بعد يوم وابعدين الثلاثة واثنين عشر حتى تصححت النتيجة به 3 43 هي 4 25 ده 34 فإحنا بنروح عسمين الزمن اللي عندنا ودي حجم الدفع اهو خلاص ودي زمن انتاج الدفع زمن انتاج الدفع اللي هنبتدي نخصص انخصص الطاقة الطاقة بعد التخصيص احنا كان القسم اللي عندنا ده كان القسم اللي عندنا همر بيقول في الكتاب فيه 73 ساعة ونص 73 ساعة ونص ها اللي عندنا هناخد منهم 30 ساعة للمنتج جيم 30 ساعة من 73 ونص اتبقى كام اتبقى 43 40 ساعة ونص 43 ساعة ونص هناخد منهم 4 ساعات ونص لالفي اتبقى كام اتبقى 39 39 هناخد منهم 16 ساعة لبيه اتبقى كام اتبقى هناخد من 23 21 21 اللي هات بقى كام اتبقى 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 الاتنين اللي باقيين اللي بعد كده اللي هي دال اه برضه طلع خطأ دي 8 مش 81 دي عايزة 8 يبقى اذا هناخدقى في هذه الحالة ناقص 6 ده اللي هو ترتيب ده اللي هو تخصص ما انا الوقت اللي هو مورد خصصنا الوقت او خصصنا الطاقة في شكل وقت خصصنا ها للأوامر فحيطلع عندنا هنقدر ننفذ جيم وآلف وبيه ودال في هذا الأسبوع ودال مش هنقدر نشكل منه غير ساعتين ويتبقى عندنا عجل 6 ساعات نكمل من الأسبوع اللي جاي ده كان آخر حاجة في المقرر دعواتي لكم بالنجاح والتوفيق إن شاء الله شكرا